اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والسلونات الرجالية ومحلات الخياطة والحلويات والمخابز والمجمعات التجارية ومنافذ البيع المختلفة للتأكد من عدم التلاعب في الأسعار ومن سلسة تدفق المنتجات الأساسية في الأسواق الخطة الرقابية كشفت التزام المنشآت التجارية بتفعيل العروض والتخفيضات على النحو المرخص لها وعدم استقلال الإقبال المتزايد على الشراء للترويج لعروض غير صحيحة أو مضللة للعملاء مما انعكس إيجابا على تأمين مستلزمات شهر رمضان المبارك كما كثفت الخطة الرقابية المشتركة زياراتها وحملاتها قبل أيام عيد الفطر للتصدي لأية محاولات لاستقلال المواسم والمناسبات بممارسات تجارية غير قانونية خلال التحقق من عرض الأسعار بصورة واضحة وعدم وجود غش تجاري وانسيابة تدفق السلع فتمخض عن ذلك انتعاش الحركة التسويقية والتجارية خلال فترة عيد الفطر المبارك